مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل الحلقة الجديدة من مراحيض إشكيبدي الأكوان المتعددة رقم 18 فكما تدرون أن دوم ستوديو قد قاموا بتنزيل الحلقة البارحة وقد كانت كعادتها مشوقة جدا وملئة بالأحداث والشخصيات الغامضة مثل من هو هذا المهرج الغامض يا ترى ماذا تحمل شاحنة عملاء الحفارات المتجهة إلى الأرض وما هي خطط مرحاض المختبر القادمة كل ذلك وأكثر سوف نكتشفه في هذه الحلقة لذلك انصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والنظريات الغامضة وقبل بداية الفيديو كما ترون فلم يبقى الكثير لكي نتخطى المئة وأربعين ألف مشترك لذلك أرجو منكم الاشتراك الآن وتفعيل زر الجرس لكي نحقق هذا الإنجاز الأسطوري أخيرا لايك للفيديو ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله حسنا تبدأ الحلقة وذلك برؤية معركة قوية بين المراحيض ورجال الكاميرات تدور وسط قمم الجبال وكان رجل كاميرا التسجيل يستخدم سلاح رشاشة ويطلق بها على المراحيض الطائرة فيبدو أنهم صاعدين على متن الطائرة وبعد أن قضى على المراحيض جميعها تلتف الكاميرا لبعض الوقت إلى الوراء ونرى أحد رجال الكاميرات يرتدي حقيبة براشوت على ظهره وكان يقف بجانب إحدى المنظمات ولاحظوا أن هناك شاشة خلفها على الحائط احتوي على بعض الكتابات وهذه عبارة عن رسالة من عملاق الحفارة تقول أريد العودة أي يقصد أنه يريد العودة إلى المعركة ولكن كما نعلم أنه يحتاج إلى بذلة جديدة غير التي خسرها في آخر معركة له بعدها تستدير الكاميرا مرة أخرى ونرى طائرة كاميرات ثانية كانت تتبعهم من الخلف فيبدو أن هناك العديد منها ولكن نرى قدوم طائرة صواريخ تجاههم من الأمام وعندما تقترب إليهم تقوم بقذفهم بقذيفة صاروخية وتهتز الطائرة بكاملها وكادت أن تسقط ومن الأمام نرى قدوم قذيفة صاروخية أخرى كان يقودها أحد المراحيط فتقوم بإصابة قمرة القيادة وتحترق بالكامل وينطلق جرس الإنذار الخاص بالطائرة ونرى رجل كاميرا التسجيل قد أصبح يجاهد للابتعاد عن الحريق ثم نراه قد قام بفتح مظلته وقد كان فيها العديد من الثقوب وكما ترون فإن هذا هو مشهد المعركة الذي رأيناه في فيديو التسريب حيث كانت هناك معركة طاحنة بين رجال الكاميرات والمراحيط تدور في الأسفل وقد كان يستخدم فيها العديد من الأسلحة الحديثة والفتاكة التي بإمكانها إسقاط جميع الطائرات الحربية على الأرض وعندما يهبط رجل الكاميرا نرى مشهد قدوم رجل الكاميرا الضخم وقد كان يحمل باذوقة في يده وقد قام بأعطاه إليه وكما ذكرت سابقا أنه كونه استطاع أن يحمل الباذوقة الثقيلة بكل سهولة فهذا يعني أنه أحد رجال الكاميرات الضخام أيضا المهم بعدها نرى رجل الكاميرا قد حمل السلاح وعندما يرفع رأسه إلى فوق نرى المعركة الفتاكة بشكل أوضح ويبدو أنه أصيب فيها العديد من رجال الكاميرات وقد أصابوا بالأهباط الشديد ونرى فوق في السماء طائرة رجال الساعات متواجدة أيضا في المعركة والعديد من عملاء الحفارات بعدها يبدأ رجل كاميرا التسجيل في التقدم وقد ركض ناحية أحد عملاء الحفارات كان مصاب ومستلقي على الأرض وقد كان يضع يده على قلبه ويحاول التقاط أنفاسه بعدها يقوم رجل كاميرا التسجيل بوضع باذوقته على الأرض ويقوم بسحبه خلف أحد المتاريس لحمايته ولكن نرى رجال الكاميرات الذين في الخلف كانوا يدفعون الثمن أيضا ويخسرون أرواحهم واحدا تلو الآخر بعدها يتم إصابتهم بقذيفة صاروخية قوية تحدث وراها انفجار ضخم وقد أبادت جميع رجال الكاميرات بجانب المنطقة ونرى أن رجال الكاميرات الناجين خلف المتاريس قد أصبحوا يركضون نحوه وقد ركض رجل كاميرا التسجيل لإلتقاط مسدسه وعندما يلتف خلفه نرى مجموعة من المراحيض المتطورة قادمة نحوهم ولكن فجأة تظهر سحابة مظلمة تغطي المنطقة وقد كان يبدو لي للوهلة الأولى أنه المرحاض الأعمى الذي رأيناه في الحلقة السابقة وقد سارعت المراحيض بالهرب والابتعاد عنه ولكن عندما ينجل الدخان نرى عربة غريبة وملونة كان عليها مرحاض وقد كانت تبدو صغيرة جدا من بعيد ولكن بعد قليل سوف نكتشف أنها أكبر بكثير مما تبدو لذلك تابع المشاهدة بعدها يخرج رأس المرحاض وقد كان يبدو مثل مهرج السر ولكنه يبدو مخيفا جدا وقد أصبح يرقص ويهرول بطريقة مضحكة ونرى أن هذا العرض قد أعجب رجل الكاميرا وأصبح يصفق له ولكن بعدها يبدأ العرض الحقيقي حيث أصدر المرحاض صوت ضحكة مرعبة مثل الأشباح وقد بدأ في إخراج معداته القتالي وقد كانت عبارة عن حصدات ولكنها يبدو أنها تحصد الأرواح وقد أصبح يندفع بجنون ويهرس كل ما يجده أمامه وقد بدأ رجل كاميرا التسجيل بركض إلى الأمام لنجاة بروحه ولكنه قد تعثى وسقط على الأرض وقد كان المرحاض يستمر في التقدم نحوه وقد دمر المنطقة بكاملها خلفه ولكن قبل أن يتمكن من سحقه هو أيضا يظهر عملاق الكاميرا من خلفه وقد بدأ المرحاض مرعوبا عندما شعر به خلفه وأصبح يلف رقبته إلى الوراء بخوف شديد ونرى عملاق الكاميرا قد بدأ في النظر إليه بغضب شديد ثم قام بإطلاق النار من رشاشته على رأسه وقد أحدث فيه العديد من الثقوب وتآكل بالكامل بعدها نراه قد أمسك برأس المرحاض بيده وقام بوضع المدفع خاصته في فمه وأطلق عليه قام بتفجير رأسه بالكامل وقد أصبحت الدماء تتطاير وغطت المكان بأكملها ورأس المرحاض كان ساقطا على الأرض متفجرا بطريقة وحشية بعدها نرى عملاق الكاميرا قد كان واقفا ينظر إليه ولاحظوا أن المدفع خاصته قد تم تطويره وأصبح أكبر مما كان عليه وفي يده الأخرى نرى جهازا جديدا وكما رأينا سابقا في صورة التسريب فإنه يخرج منه سيف طاقة خارق وقد حصل على مدافع غريبة في ظهره من الخلف والتي لم نكتشف وظيفتها بعد ولكن أظن أننا سوف نكتشف ذلك في المعركة القادمة له المهم بعدها تستدير الكاميرا لنرى شاحنة عملاقة قد وصلت إلى المنطق كانت تحمل فوقها شيئا ما مغطى بقطعة قماش وأظن أنه قرن عملاق الحفارة الذي قام بنزعه عنه في الحلقة 14 عندما قام بتفجير بذلته وأظن أنهم قد أحضروه من مكان التفجير ليعيدوا تصليحه وارجع عملاق الحفارة وقد كان هناك رجل حفارة واقفا في الأمام وهو يرتدي ثياب المختبر وبعدها ينفتح باب المدخل على الأرض ويبدو أنه يؤدي إلى مقر رجال الحفارات بعدها تستدير الكاميرا ونرى عملاق الكاميرا قد حصل على تعليمات جديدة من المقر الرئيسي وقد غادر المكان وهو في عجلة من أمره بعدها تستدير الكاميرا ناحية رأس المرحاض المهرج المدمر على الأرض وينتقل بنا إلى مشهد آخر ترى فيه تمثال أبيض لرأس صبيل وقد كان يرتدي قبعة مهرج السيرك بعدها نرى قدوم يد عليها قفاز أبيض قامت برفع القبعة من على التمثال ونبدأ في رؤية مدينة ملاهي مظلمة ثم نرى مهرج السيرك وهو يرتدي القبعة وكان صاعد على متن عربة وتتحرك به يمينا ويسارا وفي الجانب الآخر نرى مخلوقا عن كبوتي كان يتحرك نحوه ثم نرى المهرج بشكل مموه من فوق وكان يمشي بطريقة مرعبة ثم بعد ذلك نرى مرحاض المختبر هو من كان يمشي في الجانب الآخر قد بدأ النظر إليه بشكل مريب جدا ثم يبدأ في الضحك بطريقة شريرة وقد كان المهرج الغامض يستمر في التقدم إليه بعدها نرى المهرج بشكل أوضح وقد كان مرعبا جدا ويمتلك العديد من الأسلحة والأدوات الفتاكة ولا يتوقف الرعب عند هذا الحد بل نراه قد أصبح يضحك بطريقة مرعبة والدماء والديدان قد بدأت بالخروج من فمه ونرى بعدها المزيد من المراحيض المهرجة أصبحت تخرج من أرجاء السيرك وقد تجمع حول المرحاض المهرج الكبير الذي من الواضح أنه قائده وقد كان مرحاض المختبر مستمتعا كثيرا مما يشاهد فيبدو أنهم سوف يقدمون من أجله عرضا مميزا ومرعبا جدا بالحلقة القادمة بعدها نرى مرحاض المختبر قد استخدم قدرة التبخف كوريلي الانتقال من المكان وتنتهي الحلقة اشتركوا في القناة